السلام عليكم ورحمة الله إن شاء الله تكونوا بأفضل حال يا رب معنا اليوم صورة عبسة الجزء الثالث صفحة 22 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا جاءت الصخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وضنيه لكل مرء منهم يومئذ شأن يوذيه وجوه يومئذ مصفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة صدق الله العظيم أول آية تتكلم تتحدث عن فإذا جاءت الصخة أش معنى فإذا جاءت الصخة يوم القيامة فإذا جاء يوم القيامة ذلك اليوم العظيم الهائل يوم القيامة يوم مهول أي الكل يخاف من يوم القيامة المؤمنون يخافون من يوم القيامة وأهوال يوم القيامة خلاص اتفقنا إنه فإذا جاءت الصخة معناة يوم الصخة معناة يوم القيامة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه بمعنى يوم القيامة يوم القيامة نهرب من بعضنا البعض نهرب من أخواننا وأمهاتنا وآبائنا ويهرب الزوج من زوجته ومن أبنائه حيث يطلب الشخص من أخيه أن يعطيه من حسنته لينجو يوم القيامة فيرفض الأخ لأنه خائف كذلك ويريد هو الآخر حسنات يعني يوم القيامة الأخ يطلب من الأخوة الثاني يشتيه حسنات من حسنات وما يرضيش يعطي له يرفض لأنه من نفسه محتاج وخائف محتاج أنه ينجو يوم القيامة فيرفض كمان وقبله من حسنات لينجو والأب يتعلق بابنه ليعطيه من حسنات فيقول الأب لوالده أنه لا يستطيع أن يعطيه شيئا فهو كحالة خائف من العذاب ويتمنى لو يحصل على حسنات أكثر يعني كل واحد يوم القيامة يعني نحن اللي أقربون نطلب من بعضنا لبعض حسنات بس ما حد يقدر يجيب للثاني لأنه كل واحد محتج لحسناته أكثر لأنه كل واحد خايف من العذاب يعني لو أقرب الناس لأنه نحن يوم القيامة ما بتنفع نحناش ما حد ينفع يوم القيامة ما حد ينفع أحد يوم القيامة يعني الحاجة الوحيدة اللي بتنفعك يوم القيامة عملك الصالح لأنه ما شا حد بيقي يعطي لك من حسناته لأنه كل واحد يخاف من العذاب ويحتاج حسناته اللي عمله بالدنيا بعدين معنا لكل مريء لكل مريء منهم يوم وإذن شأن يغنيه بمعنى يوم القيامة كل شخص مشغول بنفسه فقط ويتمنى النجاة لكل مريء منهم يوم إذن شأن يغنيه كل واحد مشغول بنفسه فقط ويتمنى النجاة يتمنى أنه يعني ينقوا من هذا النار والعذاب وجوه يوم إذن مصفرة ضاحكة مستبشرة بمعنى يوم يكون الناس يوم القيامة يكون الناس فريقين الفريق الأول هم من أصحاب الجنة الذين تكون وجوهم مالي فرحة ومسرورة هنا يقول مصفرة معنات مضيئة فرحة ومسرورة ومضيئة ويكونون مطمئنين وغير خائفين من هم المؤمنين وبعدين يتكلم على الفريق الثاني ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة بمعنى هم الفريق الثاني هم الكفار الذين كانت أعمالهم سيئة جدا في الدنيا تكون وجوههم سوداء يملؤها العرق والغبار ويكونوا خائفين يوم القيامة خائفين يوم القيامة ومتحسرين يعني ندمانين على ما فعلوا في الدنيا على أعمالهم في الدنيا نحن الآن نحن بالنهاية إيش أتعلمنا من سورة عبسة أتعلمنا أشياء كثيرة من أعمال الناس من أن عامل الناس معاملة واحدة ولا أعامل الغني معاملة أفضل من الفقير وقعلتنا هذه سورة عبسة نفتخر بإيش بديننا وكيف قعلنا جميعا وأنه قعلنا الله تعالى متساويين الغني والفقير زي بعض والأبيض والأسود زي بعض واللي عنده إعاقة واللي بخير ما عنده إعاقة زي بعض لم يفضل أحد على الآخر وليس الأحد مننا معاملة خاصة لأنه مختلف بل كلنا نعامل بنفس الطريقة أش كما نتعرفنا على الصحابي القليل عبد الله بن أمي مكتوم الرجل الأعمى الذي قال للرسول وقال له أقرئني وعلمني مما علمك الله تعلمنا أنه كان صحابي قليل وأنه الإعاقة ما منعتهش من أي حاجة وأنه الإعاقة أبداً ما تمنعش الإنسان من أي شيء في الدنيا ما تعرقلهش من أي حاجة لا إنسان عنده إعاقة لا لازم يتعلم وينقه ويكافح وتعلمنا أنه إحنا نكون إيش حريصين تعلمنا نكون حريصين كحرص الرسول صلى الله عليه وسلم وأن نفكر في خلق الله أن نتفكر في خلق الله وكيف كانت مراحل خلقنا إحنا قلنا أنه خلقنا من نطفة علقة مضغة بعدين كنا ثم عظام ثم الله كسانا لحما كيف مراحل خلقنا تعلمنا وأننا مهما فعلنا من أعمال صالحة لا نستطيع أن نشكر الله عليها يعني مهما عملنا بالدنيا من أعمال صالحة نعم الله كثير علينا ما نقدرش نشكره على كل النعم اللي الله نعم نعم الله لا تعد ولا تحصى يعني ما نقدرش نعد لو نقلس نعد نعم الله ما نقدرش نكاف فيها نعمة السمع البصر نعمة العافية نعمة الساتر فيها نعم كثيرة ما نقدرش نعده ولا نحصيها ولا نشكر الله تعالى عليها جميعا وتعلمنا كمان أن الله لا يحب كل مختال فخور يعني أننا لا يحبش الله الإنسان اللي يتفاخر تعلمنا أن لا نتكبر فالتكبر صفة سيئة تمام وتعرفنا أيضا على مشهد من مشاهد يوم القيامة تعرفنا أن الإنسان كيف يوم القيامة ما حد ينفع حد وعمالك هي عمالك الصالحة هي الحاجة الوحيدة اللي بتنفعك يوم القيامة لا بتتعرف على أبوك ولا الزوب على زوجته ولا الأب على أبنائه تمام وتعلمنا أننا نشاهد هذا يوم القيامة وقررنا أننا نستعد له بالأعمال الصالحة قررنا أننا نستعد ليوم القيامة بالأعمال الصالحة وأننا دائما نعمل حسابنا أن الله تعالى يرانا بكل حاجة كل شي نسويه الله يرانا فلازم نعمل حسابنا ونحاسب على كل شي نسوي حتى نكون من المطمئنين والمؤمنين المستبشرين بالجنة نكون من أهل الجنة إن شاء الله اللهم قعدنا جميعا من أهل الجنة معنا بعدين هنا المعاني الكلمة والمعناها الصاخة معناها تقنى يوم القيامة صاحبته معناها زوجته مصفرة معناها إيش مضيئة قنى حالة المؤمن يوم القيامة كيف وجوهم تكون مصفرة مضيئة فرحة ومسرورة عليها غبرة هذا من الفريق الثاني اللي هم أهل النار الكفار الذي يعيش يعلوهم الغبار عليها غبرة يعني فيب غبار ووجوهم قنى فيب عرق يملأهم العرق والغبار قطر ظلمة وسوداء قنى كيف تكون وجوهم يوم القيامة مظلمة وسوداء معنا أنا أتعلم المسلم يعمل العمل الصالح لينال ثواب الله تعالى المسلم يعمل العمل الصالح لينال ثواب الله تعالى أنه نحن لما نعمل العمل الصالح عشان نلاقي ثواب من الله تعالى اثنين يوم القيامة لا ينفع لإنسان أحد حتى ولو كان أقرب الناس إليه زي ما تكلمنا يوم القيامة لا نعرف الأم ولا الأب ولا الزوج يعرف زوبته ولا أبناءه ولا حد يعرف الثاني ولا حد بينفع الثاني مش حاجة بتنفعنا إلا الأعمال الصالحة اللي عملناها في الدنيا ثلاثة كل إنسان مشغول بنفسه يوم القيامة قلنا يوم الإنسان ولا حد بينشغل بالثاني كل واحد يلا يفكر بنفسه أربعة المؤمنون مستبشرون بالرضى الله ونعمه يعني المؤمن اللي إنسان تعب يسوي بالدنيا حسنا تتحمل مشقة الحياة وكل شيء مستبشر برضى الله يعني الله تعالى بيكون راضي عنه ويعطيه نعمة خمسة الكافرون الكافرون يظهر عليهم البؤس والذلة يوم القيامة قلنا يوم القيامة كيف يكون حال الكافر يكون وجوهم مسودة يملأهم العرق والغبار يكونوا خايفين يوم القيامة متحسدين على ما فعلوا في الدنيا يعني ندمانين على إيش سووا في الدنيا وأنهم معملوش أعمال صالحة خلاص نحن هنا فهمنا إيش الإنسان يوم القيامة يخاف في يوم القيامة يوم عظيم الإنسان يخاف منه يهرب من بعضنا البعض كل شخص يطلب من الثاني يمنه حسنات كل واحد يقول الثاني أنا محتاج للحسنات حقيا إن أنا من نفسي خائف تمام وبعدين كل شخص مشغول في نفسه ويتمنى النجا يتمنى أنه ينجي من يوم القيامة ويوم القيامة في فريقين أصحاب القنة وهما المؤمنون اللي وجوهم مضيئة وأصحاب النار اللي إيش وجوهم سوداء ويملأهم العرق والغبار وخافيه من يوم القيامة أتمنى أنه إن شاء الله نكون فهمنا الدرس نحل النشاط حق الكتاب صفحة 24 ونكتب الصورة والمعاني في الدفتر والسلام عليكم ورحمة الله